يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكو في يوميات ام زياد. مشاكلين ليكو على كومنتات الجميلة اللي انتو بعدتوها ديا. رفعت معنوات ام زياد كتير كتير. كانت هي بصراحة ربنا محبطة ومتضيقة. انتو خلتوها في غاية السعادة. يعني ربنا يبارك فيكم وما يحرمناش منكم. هم اصطبت في الاكلة دية. امانت ربنا. خلوا مزاجوا عالي. ابو زياد الاولاد عايزة تجيب زنجر من بره. فبو زياد بيقول لي خلاص احنا قدها ديريفر النهاردة. قلت له مش ممكن. انا اللي اقوم اعمل اكله وهصوره ونزلوا الحبايب كده يتفرجوا عليه كده ويستفيدوا منه. جميل جميل ما شاء الله. نشوف بقى كده الطريقة. نشوف الطريقة الاول? ناشا. الف شكرا طبعا اول حاجة على الكومنتات بتاعكم واللايكات بجد بجد انتو فرحتوني ورفعتوا معنوياتي فعلا زي ما بو زياد قال. الف شكرا لكم. هقول بقى ايه? دي ده بيعمل ايه في الحلقة بتاعتنا ده عشان النهاردة هنعمل سنجر. ودي ايه الكايزر. دي ايه الكايزر خدت بالك? الفينو الفينو يعني. الفينو والكايزة. الفينو والكايزة. اه اول حاجة انا معي كله الضيق. معي بقى علبة زبادي. وكوباية لبن وكوباية مية وكس خميرة فورية او خميرة بر عادي. نص معلقة بيكنبودر ونص معلقة كيكشيف. ورشة ملح. وثلاث معالق زيت. ثلاث معالق سكر. كل ده هيتحط على الدي ويتقلب زي ما انتوا شايفين كده. الخميرة لو عايزة تجربيها يبقى حتيها على السكر. في كوباية الوحدة لو هتختبريها. لو انت واسقة منها. حطوا بقى المكونات بالخميرة بكله. وعجنهم في قلبة بعد زي ما انتوا شايفة كده. تعجنهم عجنة حلوة. وبعد ما تعجنهم عجنة كويسة في الطبق. رشة ملحة على الرخامة. او الترابيس ده ما انا عملت كده. تفضع لها دي. تعود تفردي فيها كده ايه. يعني تفردي كده وتعجني فيها. بالشكل اللي انت شايفة دوت كده. عشان الفينو بتاعك او القيزر يبقى ايه هش كده وطري وجميل. ومية مية. تعود تعمليها فا كده حوالي يعني عشر دقيق. وبعد كده هتحطيها في الطبق تاني. وتغطيها وتسيبها تخمر حوالي نص ست عشان الجو حر. عشان هتاخد وقت معيك. اتأخرت انا في عمالي الاكل النهاردة? اه انا ما كنتش متوقع قناتي نجيز بسرعة كده ما شاء الله يعني. لا اه اعمل ده واسيب ده اعمل ده واسيب ده في سواني ما شاء الله والاكل كانت جميلة. ما نوكت علي. ما شاء الله. هنا بقى بعد يما العجنة خمرت طبعا روح تمقال ما شفته كده. وبدأت اعملها كور كده زي البرتقان الزغيرة. البرتقان البلدي الزغيرة. واسيب كده ايه مسافات عشان طبعا انا هسيب العجنة بتاعتي ترتاح اه بعد ما عملها كده سيبها ترتاح حوالي ربع ساعة كده. فطبعا هتزيد ولما حطها في الفرن تستوي هتزيد تاني. فلازم ان يبقى فيه مسافة باندودة. فانا هعمل اه قيزر انا عملت قيزر مش هعمل انا كده كده عملت يعني وقاعدة بسجل لكم صوت. فانا عملت القيزر وعملت فينو بردو. يعني انا عملت مش شكل ده ومش شكل ده عشان الاولاد ايه تبقى فرحونة. بتعارفين الاولاد زغيرة يعني بتتأثر او بالموضوع ده. وكمان بقى عشان اقول لكم بقى اني نفسيتي النهار ده بقى كانت تمام بقى وكت نشيطة. وانت كنت بصراحة فتحين نفسي كده وانا جايلكوا بقى بالفيديوهات كده وايه. اه عملنا الاكل في ثواني وخط صنية ونزلت عزمت نفسي عند حماتي وكانت هيسا. يعني بصوا انا لما بيكون مزجي عالي كده ومرتاح بصوا بخليهم بنافزلون كل اللي هم عايزونه في البيت. يا الله حبيبنا يا الله حبيبنا تنسنوش من الدعاء بتاعكم الجميل كده وكمانتاتكم الحلوة كده عشان اموزيات ايه تبدع لنا في الشغل بتاع العجينة على فهم. ربنا يا حلنا منكم. انتو ترفع مع نويات وهم يأكلوا ويتغزوا. اه كمام والله. هنا بقى عندي ايه العجينة قطعتها كور بردك صغيرة كده. وبعد كده ايه لفتها رول وازا ما انتم شايفين كده بقى ايه بقى. دي صوابع الفين بقى. اه صوابع الفين. اه بقى. اه بقى قططية كده على الرخام او الترابيزة وترفي وتلفي كده زي ازباع المحش الرول. وترفي من الحرف ده ومن الحرف ده. وسهل جدا جدا ما بياخدش اي وقت واي ستة تقدر تعمله. لو بنت صغيرة هتقدر تعمله. لانه وسهل. عجينته حلوة يعني ومامي. الحمد لله. ده كان هشو جميل الله. هنا بقى شوية لبن. شوية نسكة فيه. اه معلقة صغيرة سكر قلبتهم في بعض. وعلى وش بقى ايه? الفين والقيزر بتاعي. حاجة بسيطة كده. ودهن الوش كله بحيس ان الوش يلمع. وكمان لما حط السمسم على وش الفينو يبقى شكله كده حلو زي اللي بنجيبه من بر. بس طمعا دي حاجة انضف. بس المرة اجيبها مزيدة ان شاء الله تحطنا مع السمسم حبة البركة. انت عيس حبة البركة? اه. على وش الفينو كده. انا مش بحب حبة البركة. ده جميلة. انا ممكن اعمل لك في تربو خامير وحط لك على حبة البركة. ده جميلة جدا والله. ده بعدين حبة البركة نواصل السلام علي فيها شفاء من كل ده. يعني ما شاء الله يعني حاجة اوصى بها اللي نواصل السلام. خلاص نحط لك حبة البركة ده ما انت عايز. طبعا دخلتها في الفرن على درجة حرارة متين. اه هو مش هياخد يعني نص ساعة. اول ما الاعري يعني الارضية تحمر. تروح يطفية الفرن. واي ده الشوالة بقى ايه. وتخلي بالك تاخد اللوم من فوق. خلاص. هنا بقى نبدأ بقى نعمل بقى الستريبس اللي هيخش ايه في الفينو. ونقول عليه زنجر في الاخر يعني. دي انا جاي بس دور الفراخ. قطعتها زي ثوابع البطاطس. بس طبعا اطخن شوية مش رفيعة زي البطاطس. بصوا شايفين الشكل عامل ازاي? هو كده تميل. طبعا اقطع الكمية اللي معي دي كلها. وهنجهز بقى التوابل مع بعض. توابل الفراخ. والملح والفلفل الاسمر والبابريكا والكاري والكركم. وتوم بودر وبصل بودر. ومعلقة خل. معلقة سكر او عصر ابيض. يا ده. يا ده. هنحطهم ونقلبهم على بعض. بالشكل ده. وهنحط بقى ايه? صدور اللي احنا مقطعينها دي فيها. هنقلبهم بقى كلهم في قلب بعضهم كده. وتسيبهم ربع ساعة. او نص ساعة على حسن ما يكونوا مثلا. يعني لو وراك حاجة عمليها وسيبيها. آآ عايزة تشتغل على طول يبقى عشر دايق واشتغلي. عادي ما فيش مشكلة. ومعلقة مستردة بقى على التقليبة كده ومعلقتين صلصة. وكله في قلبه بعده. ما شاء الله تبقى حاجة يعني مية مية. ولو عايزة تحط شطة. يعني لو عايزة حرقة حط شطة. شطة حمرة او هريسة. شايفة ما فيش مشكلة. مش عايزة شطة. خلاص استكفي بالبابريكا وخلاص. عايزة اقول لكم بقى ان انا يعني خدت صنية الاكل ديت وانزلت بقى عند حماتي. يعني عزمت نفسي تحت عندها نوجوزي والعيال. يعني بصوا هي تخدت قسم من منظرنا واحنا نزلي. فقعدت تضحك. ايه في ايه خير? قلنا لا لا دا احنا عاملين اكلة كده حلوة يعني. بقلنا ايه نيجي ناكلها كلنا مع بعض. فكانت فرحانة اوف. يعني اتفاجت كده بينا. نحنا نزلين بالصنية كان شكلنا اصلا حلو. معي هنا بقى جبت شوية دقيق. اه بهرتهم بقى ببصل بودر وتم بودر. وشوية ملح. وكاري وكركم. بهرتهم يعني. وقلبتهم كده في الدقيق. ودي مية سقعة. انتم عارفين زي ما عملنا لكنتك كده فكرة المية الصع هي نفس الموضوع. مية سقعة وفا تلج كده. فانا يعني بحط البنية في الدقيق وبقلبه. وراح اطفه في المية سقعة وارجع احطه تاني في الدقيق. وقلبه وارجع احطه في المية مرتين تلاتة كده بنفس الموضوع. والزيت يكون كتير ويكون سخني جدا. وحطه بقى كده. ويعني تسلم ايديك يا موزييت. طب انا انا حطيت واحدة في الحلة. لقيت الزيت مسخنش للدرجة اللي انا عاوزها. فاستنيت لما يسخن ايه تاني وكده عشان اكمل بقيت الكمية. ايه موزييت اطلع من هنا. وانا يأكل من هنا ما شاء الله. كان شكله مغرق اوي. شكله. لكن جامد. كان جامد ما شاء الله. بص شايفين. وده الفينو بقى بعد ما استواق بصوا عملين ازاي. يا جمل يا جملو. الفينو والله. هنا بقى دي السلطة اللي انا بعملها. انا حطيت انا عندي خيار مخلل انا مخللها في البيت. فحطيت خيارها حلوة كده متوسطة. لكبيرة اولة صغيرة اوي. حطيت مع لقتين مايونيز. ومعلقتين كاتشب وشوية ومعلقة مستردة. وقلبتهم مع بعض كده في الكبه ضربتهم كده بالشكل انتو شايفينه اه? الكبه كل اللي سألني عالكبه وقال لي نوحة ايه? يا نوحة جاي. بس نوحة جميل اوي. الف وربعمائة وط. سهلت عليك حاجة كتير او الكبه دي جميلة? لا لا جميلة. بصوا الصلاة عملة ازاي? انا بقول لكم هنا بقى ان الفينو بصوا طاري وهاش و جميل جدا. وافتح واربه لكم بردك من جوه بصوا. جميل جدا وسهل وسهل وسريع. وكل وكيلو دي بصي ما شاء الله مطلع لي اديه كمية والسندوتش اصلا لوحده يعني هو يعني شخص شخص كبير ياكله يشبع. ان شاء الله يعني. حاجة بيتي بقى نظيفة بقى ما اقول لكوش. سندوتش كان تمام يعني. طبعا انا جبت الفينو حطيت معلقة سلطة من اللي احنا عاملينها وبعد كده ايه? انا عندي اه كابوتشا خاصة كابوتشا وشريح طماطم وشريح اه فلفل الوان. اه فبتشكل انت بقى سندوتش بقى بمزاك كده زي ما انت عايز. سارك في الصلاة الجميلة دي. لا جميلة. ما انا اللي عاملها? لان انا مقطعها. اه انت مقطع الكابوتشا والقوطة والفلفل لكن انا اللي عامل الصلاة. اه. اه. ابو زياد اصلا لما انا عملت واحد عشان هو اصلا عاجبه شكل مغري راح هو اصلا يعني قال لي لا 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 واستعي واستعد اللي عابدت انا. فانا قلت له تباوت بقى فبسه رح ترفع الفتاة وبياكل علشان هو مستقبل ومعرفش ان انا رفع الكامير عليه. يا رب الفيديو باي كونه عاجبكو. وفي رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوشوا اللايك بقى. في رعاية الله.